في نظام الماكوه السيارة أضافت أبل ميزتين جديدتين لتطبيق الصور الميزة الأولى هي بحث وتحليل الصور فعلى سبيل المثال لو بحثت عن كات راح يعطيك كل الصور اللي عندك واللي فيها صور لقطط ولو بحثت عن كار فراح يعطيك كل الصور اللي عندك واللي فيها صور سيارات وأيضا التحليل الذكي فراح يميزلك بين السيارات الرياضية على سبيل المثال والسيارات العادية فلو اخترت كار راح يعرض لك كل الصور اللي عندك اللي فيها صور سيارات ولو اخترت Sport Car راح يعرض لك فقط السيارات الرياضية اللي موجودة عندك في الصور هذه الميزة متوفرة في Google Photos لكن الفرق أنه في نظام الماك يتم التحليل داخل النظام وليس عن طريق سيرفرات أبل مثل ما هو موجود في Google الميزة الثانية اللي أضافوها هي ميزة الذكريات فالآن لو اخترت Memories من الشريط الجانبي راح يعرض لك فيديو بحسب تاريخ ومكان التقاط الصور وبإمكانك مشاهدتها ومشاهدة الصور اللي في الميموري ولو نزل تحت بإمكانك إضافتها للمفضلة أو حذفها بحيث أن ما تظهر لك مرة ثانية أتمنى يكون الفيديو أعجبكم لا تنسون تشوفون فيديوهات السابقة اللي شرحت فيها مميزات نظام الماك والسيارة ولا تنسون تشتركون بالقناة عشان يوصلكم كل جديد يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم